أنا مرة كتبت تحليل عن هذا الموضوع أنه ترجع لقرث تاريخي كانوا الأطباء بيوم من الأيام يعتبروا آلهة كانوا يعتبروا آلهة بالميثولوجيا اليونانية كانوا يعتبروا آلهة هن أصلا كان الطب ما كان منشور بين العوام كان الآلهة فقط يتمارسوا بالأرياف بالمناطق البعيدة عن المناطق الحضرية بالسورية وبغير سورية الطبيب كان مكانته ربما حتى اليوم هو شخ في مختار الضيعة في شيخ الجامع وفيه الطبيب هذا بيحضر الأعراس ما بيصير يعني كان مكانته عالي جدا جدا لا زال موجود هذا الحكي حتى اليوم بس هذا لا يكفي كله ورغم كل الدراسة اللي بدرس الطبيب وكذا أنه هو يكون هو صاحب القرار لابد أن المريض ياخد قرار لأنه هذا جسمه بالأخير صوت مكلثوم ملكة مو ملكي أنا هي بتختار إذا كان حياتها أهم ولا صوتها أهم